السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا ومع موعدنا المتجدد مع تفسير اسم من الأسماء واسم اليوم هو اسم حافظ في المنام اسم حافظ يدل على الحفظ والصون والعصمة والحصانة والحماية من كل سوء وضرر وهو من الأسماء الصريحة في المنام يدل على حفظ النفس والرزق والعرض والمال يره الرجال والنساء على حد سواه يؤدي معناه عند سماعه وعند كتابته وعند قراءته والتلفز به ويؤدي مدلوله إلى ما ظهر في المنام شخصا يدعى أو يكنا به تفسير اسم حافظ في المنام للعزباء عند سماع هذا الاسم في المنام فأنه يدل للعزباء على الستر والحفظ مما تخشى حدوثه من سوء فمن رأت من العزبات شخصا اسم حافظ معروف بحسن السجية فأنها تحفظ من كل مقروه وأزى فإذا أقبل نحوها أقبل نحوها السعد فيما يتعلق بالارتباط وإذا قبلها نالت قبولا فيما تسعى إليه وإذا رافقها في الطريق أو مسلك أو درب أو زقاق فأن السلامة تصحبها حيث ما ولت فإذا أعطاها السوب نالت سترا وإذا أعطاها نالا نالت الغنى أو القناعة أو البركة وإن شاركها الطعام فأن رجلا يشاركها في رزقها وإن أعطاها ما تحب من سمار نالت المبتغة وإن رقبت معه سيارة أو حاثلة وكان يقودها تزوجت رجلا حصيفا منيعا وإن رأته يدخل بيتها أو غرفتها فأن الله يشملها بالحفظ ورؤيته محمودة في سوب أبيض أو كساء جميل ولا تقره رؤيته أبدا لأنه من أسماء الله الحسنى تفسير اسم حافظ في المنام للرجل هو اسم من أسماء الله وهو صفة من صفات المولى عز وجل فمن رأاه في الحلم فأنه يحيا في كنف الحفظ والأمان حافظ في منام الرجل هو حفظ في كل متاعه من مال ورزق وكذب هو حفظ يعود على صحته أيضا وعلى عرضه ونفسه فإذا ظهر للرأي في منام صديق قديم اسمه حافظ وكان الرأي يعيش خوفا أو حيرة أو توجسا فأن المنام يبشره بعهد أمان جديد تفسير اسم حافظ في منام المطلقة يدل على تحصنها من كل سوء ويدل على سترها ويدل على الكفاية في رزقها ويدل على كل خير يأتيها من الخالق عز وجل وهو اسم يبعث على الطمأنينة والأمان السمعته الرأية أو رأته مكتوبا أو رأت في المنام شخصا طيبا تعرفه اسمه حافظ تفسير اسم حافظ في منام الحامل يدل هذا الاسم في الغالب على إنجاب الولد علاوة على دلالة الحفظ والسلام فيه لمن كانت من الحوامل تتأهب لحظة الولادة أو تخشى على نفسها من الألم المخاض والوضع تفسير اسم حافظ في منام المرأة المتزوجة فهو اسم مبارك وفيه معنى الحفظ اسم يدل للمتزوجات على حياة أسرية فيها ستر وحياة زوجية بعيدة عن الأزمات هو دليل حفظ في المال والصحة وغيرهم فإذا رأت المتزوجة شخصا اسم حافظ يدخل بيتها فذلك تأويل حفظ يشملها هي وزوجها وأولادها فإذ أطعمته زاد رزقها أو حلت لديها البرقة وإن أوته فأنها تحفظ من كل سوء وعل ومرض فإن جلس إلى أطفالها يلاطفهم فأنها ترى فيهم الخير فإذا صافحته لقد خيرا فيما تعتزم إنجازه أو فيما تهتم بعمله فإن قبلته نالت القبول من جميع من حولها وإن صادفته في طريق عام فأنها تصادف السعد خاصة إذا كان المسمى حافظ جميل المحية والإطلالة وهو على أي حال مبعث أمان لكل إمرأة خائفة متوجسة وهو علامة خير لأن الإسم واضح في معناه لا يتحمل أي تأويلا سلبي وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا